وصفة علاج ترهل الصدر وشده ورفعه إلى الآلة بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية وسعدت بلقائكم اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج ترهل الصدر وشده ورفعه إلى الأعلى بمكونات بسيطة جدا ولكن فعاليتها عالية جدا لعلاج مشكل ترهل الصدر وشده أيضا ففضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله وشكرا جزيلا لكي نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل ترهل الصدر وتقوم أيضا برفعه وشده إلى الأعلى فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الأفوكادو فزيت الأفوكادو هي من الزيوت المفيدة جدا لعلاج مشكل ترهل الصدر أو الثدي وذلك لأنه يحتوي على عدة فيطامينات ومعادل مغدية للجلد وهذه الزيت أي زيت الأفوكادو تعمل على التقلغل إلى الخلايا الداخلية للجلد أي جلد مسامات الصدر أو الثدي مما يساعدك بشكل كبير جدا على علاج مشكل ترهل الصدر وشده إلى الأعلى مفعالية عالية وذلك لأنه كذلك زيت الأفوكادو تعمل على تحفيز خلايا الصدر أو الثدي على شد الخلايا ورفع الصدر إلى الأعلى بشكل جيد جدا وكمقدام من زيت الأفوكادو ستحتاج إلى إثنين معالق كبيرة منها أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاج إلى الزنجبيل فالزنجبيل أيضا يعتبر من المكونات المفيدة جدا لعلاج مشكل ترهل الصدر وشده إلى الأعلى وذلك لأنه يحفز الدورة الدموية الخاصة بالثدي وأنسجة الثدي مما يوفر الأغذية هو كل المكونات المفيدة التي تحفز عمل شد الصدر ورفعه إلى الأعلى في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من مسحوق الزنجبيل ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وأما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة ستحتاجين إلى الفازلين ويستحسن ويفضل أن تقوم باستخدام الفازلين النقي والأصل ذات جودة عالية وذلك لكي تضمن أن تحصل على نتائج جيدة وجد مردية في مدة قصيرة جدا باستخدام هذه الوصفة التي تعمل على شد الصدر ورفعه إلى الأعلى في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من الفازلين إلى اثنين معالق كبيرة من الفازلين بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج ترهل الصدر وشده ورفعه إلى الأعلى نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير هذه الوصفة طريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ اثنين معالق كبيرة من الفازلين ثم تضيفين له أيضا مسحوق الزنجبيل وكذلك اثنين معالق كبيرة من زيت الأفوغادو وتقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتحصلين على كريم متجانس ناعم جدا وللإشارة فقط يجب عليك غربلة مسحوق الزنجبيل عدة مرات إلى أن تحصل على مسحوق الزنجبيل الناعم جدا لكي تحصل على كريم ناعم جدا لكي تقوم باستعماله لشد ورفع الصدر إلى الأعلى وبعد التعرف على طريقة تحضير الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استخدام هذه الوصفة طريقة استخدامها فهي جد سهلة وكذلك وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ القليل من هذا الكريم وتقومين بعمل مصاج أو تدليك لمنطقة الصدر باستخدام هذه الوصفة أو التدي وتستمرين على المصاج أو التدليك لمدة تراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق وإذا أردت يمكنك الإستمرار في عمل التدليك أو المصاج لمدة 20 دقيقة لكي تقوم بتحفيز الدورة الدموية الخاصة بالثدي لكي توفر الأكسجين وأيضا هذه الوصفة تعمل على توفير الأكسجين وكل المواد المغدية للصدر أو التدي مما يساعدك على علاج مشكل تراهل الصدر في مدة قصيرة جدا وأما فيما يخص مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمالها مرتين في اليوم لمدة أسبوع إلى 15 يوم ويمكنك ملاحظة النتائج الأولية لهذه الوصفة من الاستعمال الثالث أو الرابع لهذه الوصفة أي بعد مرور ثلاث أو أربع أيام من استعمالها ويمكنك أيضا تحضير كمية أكبر من هذه الوصفة هو الاحتفاظ بها في الثلاجة ووقت ما تشاء إن تريد إن عمل المصاج أو تدليك للثدي أو الصدر باستخدام هذه الوصفة تكون جاهزة ويمكنك تحضير الوصفة لمدة أسبوع بالكامل ويمكنك مرة أخرى أن تجدد الوصفة وتداومين على استخدامها والاستعمالها إلى أن تحصل على النتائج المرجوة ولدي أيضا بعض الوصفات الأخرى التي يمكنك أيضا استخدامها أو استعمالها لنفس الغرض فيمكنك أيضا استعمال زيت الحلبة مع زيت الزيتون تقومين بأخذ قياسات متساوية فمثلا يمكنك أخذ إثنين معالق من زيت الحلبة وكذلك إثنين معالق من زيت الزيتون وتقومين بخلطها جيدا وبعد ذلك تقومين بعمل مصاج أو تدليك لمنطقة الصدر أو الثدي فهي أيضا هذه الوصفة مفيدة جدا للرفع وشد الصدر في مدة قصيرة جدا ويمكنك أيضا البحث عن وصفات أخرى بهذا الشان قد قدمتها سابقا في القناة وقد لقت نجاحا ومشاهدات عالية يمكنك أيضا مشاهدتها للحصول على وصفات أخرى يمكنك أيضا استخدامها لشد الصدر ورفعه ويمكنك أيضا استخدام الخيار أو عصير الخيار مع صفار البيض فهو أيضا جد مفيد وفحال لرفع الصدر وشده وذلك لأن صفار البيض جد غني بعدة فيطامينات ومعادن جد مفيدة لرفع الصدر وشده إلى الأعلى في مدة قصيرة جدا أو يمكنك أيضا اكتفاء باستخدام أو استعمال بيض البيض فقد تقومين بخفقه إلى أن يكون لونه أبيض وبعد ذلك تقومين بعمل مصاج أو تدليق للصدر أو الثدي باستخدام هذه الوصفة إلى أن تحصل على النتائج المرجوة ويمكنك أيضا استخدام زبدة أشية وهلام الصبار أيضا فهذه المكونات جد مفيدة لشد الصدر ورفعه إلى الأعلى فكل ما عليك هو أخذ القليل من هلام الصبار ثم تقومين بعمل مصاج أو تدليق لمنطقة الصدر أو الثدي لمدة عشرون دقيقة وتداومين عليه يوميا مرة واحدة فقط في اليوم لمدة عشرون يوما وستحصلين على نتائج جيدة وكذلك زبدة أشية فيمكنك أيضا استخدامها لوحدها فقط لرفع الثدي وشده ويمكنك إضافة القليل من زيت الأفوكادو إلى زبدة أشية وبعد ذلك يمكنك استخدام أمهال لشد الصدر ورفعه إلى الأعلى باستخدام مكونات جد سهلة وبسيطة للرفع وشد الصدر في مدة قصيرة جدا كانت هذه هي الوصفات الخاصة بعلاج درهل الصدر وشده ورفعه إلى الأعلى في مدة قصيرة جدا أتمنى أن تجربيها وأن تتركيلي في صندوق التعليقات أراؤك والسفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته